من العلاوين إلى تفاصيل لحيكم الله مجدداً في اليوم الثالث للاحتجاجات الشعبية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 21 شهيداً وأكثر من ألف جريح وفقاً لمفوضية حقوق الإنسان وعلى الرغم من التجديد الأمني خرج المتظاهرون في بغداد العاصمة سيراً على الأقدام بأعداد كبيرة في مناطق متفرقة من العاصمة منها ساحتات تحرير وطيران ومنطقة الخلاني في حين عززت القوات الأمنية من تواجدها حول مناطق التظاهرات